اشتركوا في القناة اللي انتو بتكتبوها وان شاء الله اني بظلني عند حصن ظنكم اسأل الله اني اقدر اني اقدم لكم الاشي اللي بتتمنوا واللي برضي رغباتكم اللي تكونوا انتم مبسوطين وبامان ان شاء الله تعالى اليوم راح نحكي عن توقعات يوم الخميس 13-2 شباط فبراير القمر في الميزان في منزلة الزبانة هاي المنزلة للفساد والقطع والمشاكل يعني بمعنى اخر هاي منزلة مش ايجابية بتخلى لها كثير من السلبيات وحكينا ان القمر لما بكون في الميزان هاي الفترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل للاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة ما استقرت لسه في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك بامكاننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة لزوايا الفلكية اول زاوية راح تكون هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري راح تكون الساعة وحدة وثلاث وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج يعني بمعنى اخر بالفترة هاي لازم نتوخى الحذر من الناس اللي بيحاولوا انهم يستغلونا ويستغلوا طيبتنا وكرمنا بما انه هاي الساعة بالليل معناته هاي بتحكي عن الجزء الثاني من الكرة الارضية اللي عندهم بتكون النهار اما زاوية التربيع الثانية راح تكون سلبية برضو بين بلوتو والقمر هاي راح تكون في تمام الساعة 22 دقيقة بتوقيت جرينيج عصرا تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض الرأي او سيطرتهم على الاخرين وخصوصا الناس اللي حواليهم من الاصدقاء او من افراد العائلة اما الزاوية التي تليها واللي هي بتوصل تقريبا لمعاد بث حلقتنا القادمة هاي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والشمس راح تكون الساعة ثلاثة وست عشر دقيقة بتوقيت جرينيج بعد العصر هاي زاوية ايجابية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وهاي الساعة بما انها تثليث يعني هاي الساعة اللي هي ثلاثة وست عشر دقيقة بتوقيت جرينيج يعني بالساعة خمسة وست عشر دقيقة المغرب بتوقيت الاردن يعني هاي الساعات من المساء ممتازة جدا للي بفكر انه يعمل قصة شعر جديدة او انه لعملية المعالجة من الضعف او التساقط او لانبات الشعر بغزارة فانها هاي زاوية ايجابية وصحيح انه القمر في تراجع ولكن زاوية التثليث بتدعم ومكانها ووجودها في الميزان بيدعم فاذن الفترة هاي ايجابية لقصة الشعر ولا التجميل بتبدأ بما انه الساعة ثلاثة وست عشر قبلها تقريبا باربع ساعات بيبدأ تأثيرها يعني بنقدر نقول من الساعة واحدة الظهريات بكون الوقت مناسب جدا لقصة الشعر لغاية المساء طبعا ما رح نحكي عن خلو المسار اللي بصير يوم ثلاثة عشر شهر لانه اساسا رح يكون فيه حلقة الغد رح نحكي عنه بس انه من لمح له انه بعد حلقة الغد بالمساء تقريبا اللي هو يوم ثلاثة عشر شهر مساء ساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيش بيبدأ خلو المسار وبيستمر لبعد منتصف الليل لساعة اتناعش وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيش وخلو المسار حكينا هي فترة سلبية لا يعني لا تصلح لا للبدء بشيء جديد ولا توقيع عقد ولا خطبة ولا زواج ولا ارتباط بهذه الفترة ومو بس بنعمل الاشي اللي احنا كنا متفقين عليه او عقدين النية عليه مع قبل خلو المسار حبينا ننوه للنقطة هاي ونذكر فيها وبكرا ان شاء الله رح نحكي عنها مرة ثانية بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء يعني بعد اكم ساعة تقريبا يعني احنا الان يعني بعد ساعتين تقريبا من الحلقة هاي بصير عمر القمر عشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب الشمس في الدلو حتى تسعة عشر اثنين المزاج ممتزج القمر في الميزان حتى أربعة عشر اثنين المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى سبعة عشر اثنين وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاث المزاج ممتزج المريخ في القوس حتى ستعة عشر اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثورة حتى 15 ثلاثة بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل القمر بحكي لك أنه يوم جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو تمام خطوبي أو زفاف هناك تأثير سلبي وممكن تكون بعض المتاعب العائلية أو المهنية لا ترتجر المواقف تجنب الانتقاد في العمل هذا القمر بحكي لك ولكن بالنسبة للخارطة الفلكية بتحكي لك أنه أنت من بداية النهار أعصابك متوترة عندك نوع من الإرهاق والتعب والوهن عصبي شوي بالنسبة لوضع المال اللي عندك أنت مسيطر عليه بشكل إيجابي جدا ممكن تجيك هدية أو يجيك نوع من أنواع الدعم حتى لو كان دعم نفسي ممكن اللي بيشتغله على مستوى العمل الإضافي هم أكثر الناس اللي يكونوا مستفيدين من الوضع المالي إذا كان في التزامات أو فوترة أنت رح تنصقها وتقوم فيها على أكمل وجه بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك هي كالمعتاد أو أعلى درجة شوي عندك تحركات كثيرة وعندك اتصالات وعندك أمور ممتازة جدا لكن ما في حظ فيها يعني رح تكون بالشكل الإيجابي الطبيعي أما بالنسبة لوضع البيت فهو مستقر تماما هدوء كامل في اتفاق على كل شيء في ساعات الظاهرة ممكن أنت يا أما تشتري شيء للبيت أو مقتنيات للبيت أو مجموعة أغراض للبيت أو تهتم في متطلبات البيت أو تساعد أحد أفراد البيت مثل ابن أو أخ أو تهتم في أب أو أم أما بالنسبة لبيت العاطفي فتقريبا من الصباح ما في أي تحركات ما في أي نشاط أمر طبيعي مجرد اتصالات ولكن في ساعات الظهر وساعات العصر رح يكون في عندك بعض التحركات العاطفية ممكن تسعى لعمل مصالحة أو لاتصال عاطفي الحظ رح يكون حليفك خصوصا في فترة ما بين الظهر والعصر حاول أنك تستغل الفترة هاي بشكل إيجابي فإنها رح تكون مميزة أما على مستوى العمل فممكن ينطرح عليك مشروع أو ينطرح عليك فكرة خلال هذا النهار وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر وممكن تكون بانتظار تقرير طبي أو شيء له علاقة بالمستشفيات أو بالطبيب هذا الإشي رح يسعدك ويبسطك خصوصا ساعات العصر أما على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فبلاقي أنه اليوم هذا إيجابي جدا ممكن أنك أنت توقع على عقد ممكن أنك بادر بموضوع العلاقة بخطبة أو زفاف أو حتى دعوة لأمر من هذه الأمور ممكن أنه ينطرح مشروع عليك أو تطرح مشروع وتلاقي فيه آذان صاغي لهذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك الثامن فبقولك دير بالك أحلامك برضو لليوم الثاني هي متقلبة فيها نوع من الكوابيس والخربطات حتى بتلاقيها مثل المسلسل ممكن تصحى وتنام وترجع تكمل نفس الحلم ولكن أنه إشي مش مريح وحاول أنك تحافظ على مقتنياتك من الضياع أو الفقدان خلال هذا النهار أما على مستوى بيتك التاسع فأنا بقولك هذا يوم حضوظ مطلقة فيه خصوصا للتنقلات والسفر والفيزا هجرة تجديد إقامة اتصال مع أجانب شراء شيء من خارج البلاد العمل في الاستراد والتصدير كل هاي الأمور مفتوحة حتى لو كان عندك قضية رافع قضية أو مرفوع عليك قضية رح تلاقي أنه الشيء رح يكون لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبقولك دير بالك الأمر لسه سلبي وضاغط عليك ورح تستمر السلبية تقريبا لمدة أسبوع على هذا المنوال في هذا البيت فحاول أنك أنت تلتزم الهدوء ما تحاول أنك تخالف قانون ولا تحاول أنك تفرض سيطرتك على أحد أصدقائك أو خلاف ما بينك وبين مسؤول أو زميل في العمل لأنه البيت العاشر وحداش واثناش تقريبا فيه النوع من الضغوطات الكبيرة فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير خصوصا من مخالفة القوانين والمشاكل وحديت الطباع خصوصا في مكان عملك أو في أماكن الأماكن اللي توجه لك فيها دعوات أو حفلات أو مناسبات وحاول أنك أنت ما تغلط على أساس أنه ما تتسجل عليك أمور وتكون حساباتها مؤذية بالنسبة لك في الأيام القادمة برج الثور بتراكم العمل عندكم لكن ممكن أنك تلاقي تعاون من زملائكم مارس ونشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم باكر لعملك وما تلتهي الإنشغالات كثيرة وممكن أنك تنجح في إتمامها نظم وقتك وما تقصر هاد بيحكي لك هيك قمرك هلينا نشوف إحنا بالنسبة للخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف في الخارطة الفلكية إنه اليوم هاد أحسن من اليوم الماضي ولا إنه اليوم هاد نفسيتك أحسن عندك نشاط من الصباح حاب إنك أنت تبتكر شيء أو تغير شيء مشحون بطاقة حلوة كثير بيتك الثاني برضو إيجابي ممكن يصير عندك تسوق أو نزلات على الأسواق أو شراء أشياء خلال هذا النهار عندك حركة حلوة جدا عندك اتصالات جميلة جدا بيتك الثالث برضو بدل على إنه في عندك بعض الاتصالات خلال هذا النهار بعض التواصل مع الأشخاص أو اللقاءات الخاصة خلال هذا النهار أو ممكن أنك تناقش مشروع أو فكرة معينة عندك كثير تحركات أما بالنسبة لبيتك الرابع بلاقي أنه الأمر مستقر تماما في ساعة الظهر ممكن أنه يصير شيء أنت تنبسط منه أو يسعدك داخل البيت أو ممكن أنك أنت تشتري إشي لبيتك خلال هذا النهار ويكون شيء مميز وملفت للانتباه وممكن يصير تعاون ما بينك وبين أخ أو أب أو أحد الأبناء خلال ساعات الظهر في مسألة معينة وإنت تكون مسرور منها أما بالنسبة لبيتك الخامس ومورك العاطفية أنت مسيطر عليها في بعض اللقاءات الودية أو اللقاءات الغرامية خلال هذا النهار أو الاتصالات الحضوض بتلعب معك دور بشكل إيجابي خصوصا ساعات العصر والمغرب يعني حاول أنك تستغل هذا النهار بشكل إيجابي أما بالنسبة لوضعك الصحي فهو أحسن من الأيام اللي مضت يعني بتلاقي أنك شوي عندك نشاط سيطرتك على العمل شيء إيجابي واضح جدا وعند إلك شخصيتك وكاريزمة ممتازة بالنسبة لوضعك الصحي ممتاز ما في أي قلق عليه بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي برضو نفس الشيء عندك سيطرة كاملة على الأمور أمورك بتواصلاتك واتصالاتك أو طرح أفكارك راح تلاقي إصغاء ممتاز جدا لو كانت الأمور على حسب البيت الثامن كان الأمر أفضل لأنه بيتك الثامن ممتاز جدا ممكن كثير اليوم تهتم في أمور الفلسفة أو تحكي عن دين أو عن معتقدات أو عن أفكار أو حتى أنه تهتم لحضور فيلم أو أنه أنت تقرأ قصة خيالية أو تبدأ بالبحث عن بعض الأساطير أو القصص الغير القديمة الغير منطقية يعني عندك اليوم غراميات كثيرة لكل شيء مغيب أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو الأقوى حظا خلال هذا النهار واللي هو اللي راح يسيطر عليك تقريبا في كل أفكارك اللي هو عندك تنقلات واتصالات كثيرة وممكن فيه منك على سفر خلال هذا النهار أو يقرر السفر أو يجدد إقامته أو يطالبه بفيزا أو يطالب بهجرة أو أنه فيه موضوع إلو علاقة بالسفر راح يظهر على الساحة بشكل واضح تماما يعني تأكيد لموضوع إلو علاقة بالسفر أو الاتصالات مع دول غير الدولة اللي أنت مقيم فيها اللي بدي يجدد إقامته برضو الفترة هاي ممتازة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا بقولك أنه الفرص مش متاحة للشهرة أو للظهور خلال هذه الأيام أو أنك تفرد حالك أو تحاول أنك تعمل لحالك شيء يتسجلك بالأجندة تبعتك أنه أنت مميز خلال هذه الأيام فحاول قدر الإمكان أنك أنت تتجنب أي شيء بسيء للسمعة لا تخالف قوانين ولا تحاول تدخل في مشاكل وشجارات ممكن أنه في ساعة المساء حسب بيتك الـ 11 يتوجه لك دعوة أو أنه يكون في عندك موعد مع أصدقاء أو اجتماع عائلي فحاول أنك تلبي لأنه الوقت ممتاز جدا وبما أنه العاشر والـ 11 وضعهم يعني مش متشابه فأنا بقول لك أنه في مكان العمل لو صار في نقاش بينك وبين أحد زملائك في العمل أو مسؤولك في العمل فحاول أنك تمشي الأمور بهدوء بدون مثير المتاعب أو النقاشات الحادة على أساس أنه ما تنحسب عليك وخصوصا أنه بيت المتاعب أيضا حامل زوايا سلبية فعشان هيك رح يأثر عليك بشكل سلبي والأمور ما رح تكون لصالحك برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة ببتسم لك الحظ وتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقعك وتحمسك للبدء في تنفيذ مشروع طال انتظاره أو انفراج وخبر سار أو لقاء عاطفي أو بداية علاقة عاطفية طبعا ملاحظة وبين قوسين إلا أنت يا سيف الليبي هذا بستثنيك تماما من أمور الحب لأنه أنت جوزاء وبعرف أنك طالع من مشكلة عاطفية من العقرب وهي تركتك فمش معنى أنه أنا إذا بقول علاقة عاطفية بقصدك أنت أنا بقصد كل موليد الجوزاء فرجاء خذ الموضوع مش بشكل شخصي أنا بحكي عن كل الجوزاء وإذا أنت حاب تستغل الفرصة انسى علاقتك بالعقرب وابدأ حياتك من جديد باتجاه ثاني عشان تستفيد من هاي الزوايا الفلكية اللي بتحكي لك فيه أمور عاطفية خلصنا القوس سكرنا القوس نروح إحنا نشوف الخارطة الفلكية إيش اللي بتحكيه بالنسبة للبيت الأول يعني أنا شايف أنه نفسيتك شوي تعبان اليوم شايف عندك شوي التوترات فيه أشياء مقلقيتك أو عندك بعض الأفكار يعني عملت لك نوع من التأثير السلبي حاول أنك تتجاوزها وحاول أنك ما تستسلم لها على أساس تطلع منها أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنت الوضع يعني شبه مستقر ماليا ومتكيف أنت أساسا مع أمور كيف تسكر فوتيرك أو كيف أنت ترتب أمورك المالية خلال الفترة القادمة ممكن يجيك دعم وممكن اللي بيشتغلوا عمل إضافي يجيهم بعض المال خلال هذا النهار فيه حضوض ولكن مش الحضوض القوية جدا اللي نحكي عنها إنها أمور هائلة جدا أما بالنسبة لبيتك الثالث والاتصالات فعندك بعض الاتصالات الروتينية وبعض التواصل الروتيني وممكن تقوم بعمليات إلها علاقة بترويج لسلعة معينة إذا استغليت فترة ساعة الظهر ممكن يكون فيه استقبال أو قبول للشيء اللي أنت بترويج له ويكون له آذان صاغي وتحقق من وراء إنجاز حلو أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا بقول لك إنه ممتاز جدا والأمور مسيطر عليها الهدوء عم بشكل إيجابي جدا عندك في البيت الرابع وعندك حتى شغف للبيت بشكل إيجابي جدا واتفاق مع كل أهل البيت إن كان أخوة أو أهل البيت أو أب أو أم أو جار حتى بالنسبة لبيتك الخامس أمورك العاطفية أنت مسيطر عليها تقريبا ما في مشاحنات ما في أي أمور سلبية خلال هذا النهار بالعكس ممكن أنت تتفاجأ في ساعات العصر لا دعوة أو خروجة أو شيء يبسطك زيادة لدرجة أنه أنت تفرح من هذا التصرف أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا أقول لك أنه اليوم صحيا أنت أحسن وبمجال عملك ممتاز جدا واللي منكو حاب يقدم لا وظيفة أو لا شيء جديد فهاي الفترة مناسبة جدا بالنسبة لبيت الشراكي عندك الوضع ممتاز جدا إذا عندك مشروع أو فكرة وحابب أنك تروجلها خلال هذا النهار فرح تلاقي أنه في آذان صاغي لإلك وممكن يلاقي استحسان عند الجميع حاول أنك تستغل الفترة هاي بأمور الشراكة المالية والعاطفية ورح تشوف أنها إيجابية لصالحك بالنسبة لبيتك الثامن الأمور ممتازة يعني حتى أحلامك ممتازة وممكن أنك تشوف أشياء تبسطك أو تسعدك خلال هذه الليلة من أحلام إلها تفسير أما بالنسبة لبيتك التاسع فبقول لك أنه الأمور لا هي معك ولا هي عليك في بعض الأمور الإيجابية ولكن بنالها بعض التعقيدات وخصوصا إذا كان عندك امتحان بدك تكون مستعد بشكل جيد إذا عندك مقابلة في السفارة بدك تكون مستعد ومأخذ كل أوراقك معك إذا كان عندك شيء له علاقة بالسفر يعني حاول أنك تتأكد من كل أوراقك لا أنه ممكن أنك تنسى أي شيء بخلال هذا النهار ولكن مش هالشيء اللي بيخوف كثير ولكنه شيء إيجابي اتصالاتك ما رح تكون أو تحقق الأشياء اللي أنت بترغب لها خصوصا الاتصالات الخارجية بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بدك تحاول أنك لأنه العاشر و11 و12 كلهم مشحونين بطاقة سلبية فما نقول لك بدك تحافظ على سمعتك عاول أنك ما تنجرف وراء أي شيء مخالف للقوانين حاول أنك ما تتهور حاول أنك ما تعصب حاول أنه ما تفرض رأيك على الأشخاص اللي حواليك إذا وجهت لك دعوة لا ترفضها أو تتحجج بحجج أنه لا ما إجتنيش بالطريقة هاي فأنا مش رح ألب الدعوة وما تحاول أنه تكون حساس وتخلق مشاكل من أي تصرف بصير حواليك وأما في مكان العمل فبدأ أقول لك ما تحاول أنك أنت تخلق أي مشكلة ما بينك وبين زملائك في العمل أو أحد المسؤولين حاول تحمي حالك من أي شخص بحاول أنه يكيد لك بالخفاء برج السرطان تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها ما تفقد الاتزان وثقة بالأحباب ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف زيادة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا بقول لك أنه الوضع عندك إيجابي رغم أنه أنت نفسيا مش مرتاح وحاسس أنه طاقتك لسه ضعيفة ولكن عندك رغبة بالتحرك والنشاط أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو إيجابي جدا اللي بيشتغلوا عمل إضافي ممكن تجيهم مفاجآت خلال هذا النهار أو دعم مادي أو بعض المساعدات المادية أو بعض الهدايا خلال خصوصا فترة الظهر أما بالنسبة لاتصالاتك وتنقلاتك فاليوم عندك كثير من نشاطات يعني بتحاول أنك تنجز فيها أشياء أو بتسعى لتحقيق بعض الأشياء رغم أنه أنت شايف يعني ما تتحرك وانت شاحن نفسك بطاقة ما أنا بدي أعمل اللي علي ويعني خلاص زبطت زبطت ما زبطت لا حط في بالك أنه أنت رح تنجح وإن شاء الله أنك رح تنجح بالنسبة لبيتك الرابع أنا شايف أنه عكس القمر بالعكس الأمور مستقرة ما فيه شيء بخوف على مستوى البيت أو مستوى العائلة ممكن أنه أنت تهتم في أشياء إلها في البيت أو تغييرات في البيت أو حتى ترتيب داخل البيت أو شراء أشياء للبيت هذا متوقع ممكن يصير فيه اتصال ما بينك وبين أحد أفراد البيت أو التشاور معاه أو فتح موضوعه رح يكون لصالحك إيجابيا أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بحكي لك أمورك العاطفية اليوم ممتازة في عندك بعض الاتصالات بعض اللقاءات العاطفية عندك بعض الحضوض اليوم حاول أنك تستغلها انطلق في أي شيء جديد حتى لو أنه تجديد اللوك تاعك قصة شعر تجميل أي شيء الأمور كلها اليوم ممتازة بالنسبة لك أما بالنسبة للصحة فبدك تهتم بصحتك شوي وإذا كان عندك أعمال لا تتراخى أو تتغيب عن عملك أو تأجله لأنه شوي رح يكون هذا ملزم عليك بالفترة القادمة إنجز اللي بتقدر عليه وراقب صحتك أما على مستوى الشراك المالي والعاطفية فهي متقلبة معك وضدك خلال هذا النهار يعني ما رح نقدر نحصرها بساعات لأنه طول اليوم في نوع من التقلبات في أمور الشراك المالية والعاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فبقولك إنه أحلامك خلال الفترة هاي أحلام تقريبا مش مقبولة ما تتعلق فيها لأنه تقريبا بتميل كلها للكوابيس أو لأضغاث الأحلام لأنه هذا البيت شوي ضاغط عليك ولا تدخل تتعمق في الأمور الغيبية اللي إلها علاقة بالأشياء اللي بتخوف أو المرعبة أو اللي ممكن تأذيك أو إنك تدخل في مسائل نقاشية في مسائل فلسفية أو دينية وتنحسب عليك وتتسجل عليك مواقف لأنه أنت الأضعف خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده امتحان أو مقابلة أو فيزا أو هجرة أو تجديد إقامة أو تنقلات هذا يوم ممتاز جدا رح يستفيدوا فيه بشكل كبير كثير حتى لو اتصالات لطرح مشروع أو قضايا محاكم برضو ممتاز على مستوى بيتك العاشر بيت السمعة بدي أحكي لك حافظ على سمعتك وما تعمل أي شيء ممكن يسبب لك مشاكل أو يطعنك في سمعتك لأنه الوضع عندك شوي ضاغط وأمور سلبية وواضحة على الساحة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقول لك علاقاتك الاجتماعية ونشاطاتك مع زملائك وأصدقائك خلال هذا النهار رح تكون شوي فيها نوع من أنواع الحدية ما تعصبوا ما تستفزهم وحتى لو استفزوك حاول أنك تأخذ على جانبك لأنه الوضع عندك أنت اللي فيه خطأ أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا بحكي لك ما فيه متاعب اليوم الأمور كلها مسيطرة عليها ما تخاف من شيء وما فيه حدا رح يكيد لك بالخفاء وإن شاء الله أنه أمورك ممتازة برج الأسد بتنشطوا في السفر والدراسة والاتصالات ووسعكوا اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فتر التواصل بناء مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية لا تضيع الفرص هيك القمر بحكي لك هل لنا نشوف خارطتك الفلكية يعني على مستوى بيتك الشخصي نلاقي أن الأمور متقلبة يعني أنت متقلب في مزاجك اليوم يعني عندك نوع من السلبية وعندك نوع من الإيجابية فعلى طول النهار عندك بعض التقلبات فترة مبسوط فترة متنكد فترة نشيط فترة ما بدك تعمل شيء بدك تتحرك بدك تلتزم بمواعيد بدك تلغي مواعيد هذا تقلب النهار رح يكون معك طول النهار يمكن في ساعات المغرب شوي أنك تكسر القاعدة وتفكر أنك أنت تطلع أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا بحكي لك الوضع المالي عندك فرص خصوصا للي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي ممكن تجيهم هدية أو نوع من الدعم أو بعض الفرص المالية اللي يستفيدوا منها بالنسبة لبيتك الثالث فأنا بحكي لك لا بدك تنتبه أنه يعني مش حظوظ كامل بتنقلاتك وسفرياتك ودراستك لا تعتمد على الحظ خلال هذا النهار بدك تعتمد على مجهودك ما في أي شيء سلبي ولكن في المقابل ما في أي شيء إيجابي أنت شو بتجتهد شو بتحصل خلال هذا النهار أما على مستوى بيتك الرابع فأنا بحكي لك الأمور يعني في بداية النهار رح تكون ممتازة على مستوى البيت ممكن بعض الأشياء لها علاقة في البيت بعض المشتريات للبيت تكون جاية في وقت يعني إشيء إلزامي ولكن علاقتك في البيت مستقرة ومع الجميع تقريبا اتفاق كامل مع الإخوة ومع أب أو أم وحتى مشترياتك ما رح تكون عبئ ثقيل عليك أو التصلحات اللي أنت رح تقوم فيها وممكن يجي على بالك أنك حتى تدخل المطبخ وتطبخ اليوم أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا أبدأ ولك بدك تنتبه من عواطفك المتقلبة وحساسيتك لزيادة خلال الفترة ما تحاول أنك أنت توصل لمرحلة أنك تنفجر بالحبيب أو أنك أنت تكره الحبيب أو نفسيتك تتحكم فيك وتتقلب على الحبيب أو تفرض رأيك على الحبيب حاول أنك تتعامل بأريحية وما تعتمد على الحضوظ نهائيا خلال هذا النهار أما على مستوى بيتك السادس ووضعك الصحي ممتاز ووضعك في العمل ممتاز وعندك أنت سيطرة كاملة على الأمور هاي ما تقلق من أي شيء أما بالنسبة لبيتك السابع فهي أضعف شوي علاقتك مع الشراكة خصوصا المالية والعاطفية ممكن أنت تبادر بمشروع أو فكرة معينة أو تطوير لمشروعك الخاص فهذا أمر ممكن يلاقي نوع من الاستحسان أو الإيجابية أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأمر مش إيجابي كامل ولكن دير بالك من النقاشات وحديت النقاشات وأنك تنزعج من النقاشات أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ممتاز جدا في نوع من الحظوظ للأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلد وممكن أنك تحقق إنجازات ممتازة الدعم يعني ما بنحكي كثير ولكنه بالوضع المقبول شوي لسه قوة الحضوظ لهذا الأمر ما وصلت لها خلال أيام الجاية ممكن توصل لها ولكن أنه الأمر إيجابي مش أمور سلبية حتى على مستوى القضاء وعلى مستوى الدراسة الجامعية وعلى مستوى الامتحانات أمورك ممتازة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبقول لك برضو لا تخالف القوانين ولا تحط حالك في شبهة ولا تحاول إنك تفرض رأيك أو تختلق المشاكل خصوصا عن الناس اللي حواليك وإن توجهت لك دعوة فحاول إنك أنت ما تكون حاد في المكان اللي رح تتواجد فيه أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فبقول لك أنا علاقتك على مستوى العمل مع رئيسك بالعمل أو زملائك في العمل فهي شوي إيجابية ولكن برضو بدك أنت ما تعتمد على الحظوظ المطلقة بهاي الفترة خصوصا في هاي الأمور أما بالنسبة لبيت متاعبك بدك تدير بالك إنه لست الأمور يعني فيها نوع من الحدية والعيون مفتحة عليك وما حد يرحمك إذا وقعت يا أسد دير بالك من الأخطاء ومخالفة القوانين ومن الأشخاص اللي موجودين حواليك اللي بقولوا لك إحنا أصدقائك فهذول أكثر ناس بدك تراقبهم وتدرسهم وتتأكد منهم إنهم فعلا أصدقاء ولا لا برج العدراء تم فرصة لمكسب مالي يكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة تتركز الأمور على الأمور المالية ما تقلق من المصاريف وخصوصا المصاريف الطبية أو الاستشفائية أو أمور طارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل بترغب بمساعدة أحدهم وبتقوم بمبادرة خيرية هذا القمر هيك بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك على مستوى البيت الشخصي بقول لك أنه الأمور مش منيحة ونفسيتك مش منيحة وعندك بعض التقلبات أو ضغوطات نفسية زيادة بالفترة هاي عما على مستوى بيت المال فأنا بحكي لك الأمور مثل من ذكرت من القمر فيه فرصة لمكسب مالي ولكن على الأغلب بتيجي من عمل إضافي وممكن منكم ناس تحصل على هدية أو جائزة خلال هذا النهار أما على بيت التنقلات فبحكي لكم الوضع ممتاز وعندكم بعض التحركات وعندكم بعض التنقلات راح تكون إيجابية بالنسبة لكم حاولوا أنكم تستغلوها أما على مستوى بيتكم الرابع فبرضو ما زال وضع ضغط في البيت يعني مش بالشكل الضاغط الكامل ولكنه سلبي يعني أنتو حتى على نطاق البيت أنتو مش مرتاحين من الأحداث اللي بتصير معك ولا الأمور اللي بتصير حواليك أما على مستوى البيت الخامس فأنا بحكي لك أنه بدك تدير بالك من العواطف لأنه أنت مش جاهز للمشاكل في العواطف ولا الخلافات بالعواطف لأنه في عندك ضغوطات كثيرة فما تكملها كمان في الأمور العاطفية وما تعتمد على الحظوظ نهائيا حاول أنك تعتمد على جهدك الشخصي وتتأنى في كل تحركاتك أما على مستوى بيتك السادس فوضعك الصحي نحكي مستقر ولكن على مستوى العمل مضغوط فيه نوع من الضغوطات عليك حاول أنه أنت تنجز العمل المكلئ لك بطريقة إيجابية ومش بطريقة سلبية على مستوى الشراك المالية والعاطفية نفس الموضوع حاول أنه أنت تنجز الأمور المطلوبة منك بشكل روتيني بدون ما تحاول أنك تبتكر خلال هذا النهار أما على مستوى بيتك الثامن فأنت كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالعادات والتقاليد هي اللي بترهقك خلال هذا النهار وهي اللي بتخلي الأفكار هاي كلها الدور في راسك حاول أنك أنت ما تركز كثير في هاي الأمور وأي أمور إلها علاقة بالغيبيات أو المغيبات حاول أنك ما تخوض فيها بشكل كثير وخصوصا النقاش أو النقاشات في الأمور الدينية والفلسفية والمعتقدات والسياسة حتى أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور اتصالاتك الخارجية ومع الدول الأجنبية أو مع ناس أجانب رح تكون بأوجها ورح يكون في عندك حوافز كثيرة حتى إذا كان عندك محكم اليوم ما رح تكون كثير الأمور لصالحك ولكن أنه برضو مش ضدك بالشكل الكامل أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا بقولك أنه الأمور مش ضاغطة برضو لحد الكبير ولكن أنه برضو بدك تنتبه لأنه بعض الهفوات أو بعض الأخطاء وممكن تركز على هاي النقطة وتصيبك في مكان حساس جدا فأنت بغنى عن أي اتهامات بالفترة هاي وحاول ما تفرض رأيك علي حواليك ولا تحاول أنك أنت تقيدهم وتسيطر عليهم بأفكارك أو بأسلوبك لأنه مش كل شيء رح يكون لصالحك وممكن تخسر الناس اللي حواليك علاقاتك مع زملائك في العمل أو رؤسائك حاول أنك ما تحتد وبرضو برجع بحكي لك نفس الكلام تبع الأمس لا تخالف القوانين وما تعمل أي شيء غير مشروع لأنه رح يتسجل عليك ورح تكون عواقبه وخيمة ما تحاول تستغل ذكاءك أنت بفترة ما فيها حضوظ مجرد من الحضوظ فكل شيء رح يتسجل عليك مش لإلك برج الميزان فقتكم بأنفسكم كبيرة بتنجحوا في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت لا تهملها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحض وتهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك على مستوى بيتك الشخصي شخصيتك اليوم أحسن نفسيتك أحسن من أمس عندك بعض النشاط عندك الحيوية حابب تنطلق اليوم وحابب تعمل تغيير أما بالنسبة لبيتك المالي فأنا بحكي لك أنه الأمور ممتازة ممكن اليوم تحصل على هدية أو جائزة أو مكافأة واللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي ممكن يجيهم دعم خارجي أو دعم على أعمالهم بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك بدك تدير بالك نفسيا أنت رح تكون عصبي أو حاد في اتصالاتك أو ردات فعلك ما تعتمد على حدسك ولا على أفكارك وإذا عندك امتحان أو حد من برج الميزان عنده امتحان في المرحلة الأساسية أو الابتدائية يركز مزبوط وما يعتمد على الحظ أما على مستوى البيت والمستوى بيت الثالث مندخلهم مع بعض فمنلاقي أنه علاقتك مع أخ أو جار أو أحد أفراد البيت شوي فيها نوع من الحدية فحاول أنك ما تختلق المشاكل وما تكبر المشاكل لأنه رح تكون تتسجل عليك مش لصالحك أما على ستات البيوت اللي بيشتغلوا في البيت بدهم يحذروا من الإصابات داخل المطبخ من الجروح أو من الأذية فبدهم يكونوا منتبهين ممكن يصير عندكم أعطاء المنزلية ممكن يصير عندكم في بعض الأشياء يصير بدها تصليح فخليكم جاهزين لإلها بدون عصبية أما بالنسبة لبيت العاطفة والحظوظ فأنا بحكي لك الحظ يعني مش معك بالشكل الكامل ومش متخلي عنك بالشكل الكامل ولكن أنه بدك أنت تدير بالك من الناحية العاطفية صحيح أن الأمور كويسة وعندك اتصالات وحاب أنك أنت تتمم الأمور على خير ولكن بدك تقلباتك هاي تحاول أنك أنت ما تثير أي مشاكل ممكن من خلالها يصير فيه جفة بينك وبين الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بحكي لك بدك تدير بالك على صحتك شوي لأنه شوي أمورك مش مرتاحة بدك شوية رعاية على مستوى العمل ما تحاول أنك تأجل أعمالك أو تتكاسل عن دوامك أو تأجل دوامك أو تتغيب عنه لأنه الأعمال رح تتراكم عندك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا بحكي لك الأمور أحسن من الأمس عندك أمور إيجابية بالنسبة للشراك المالية والعاطفية الأمور مستقرة أما بالنسبة لبيتك الثامن بدك تدير بالك برضو من أحلامك خلال هذا النهار من الكوابيس ومن الأحلام الغير منتظمة وغير المستقرة لأنه كلها تقريبا أضغف أحلام وما تحاول أنك تتابع أي شيء أو تقرأ عن أي شيء له علاقة بالرعب أو الخوف لأنه رح ينعكس عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بحكي لك الأمور ممتازة جدا اللي عندهم تجديد إقامة أو سفر أو حتى قضية خلال هذا النهار الأمور لصالحهم حتى اتصالاتك مع ناس خارج البلاد رح تكون بشكل إيجابي واللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير رح يكون أمرهم ممتاز واللي عندهم قضية رح تتحرك لصالحهم خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبحكي لك ما تخالف القوانين وما تعمل أي أفكار مجنونة خلال هذا النهار لأنه رح تتسجل عليك وممكن تأثر على سمعتك بالنسبة لبيتك الـ 11 يعني إيجابي شوي لو توجهت لك دعوة أو كان في عندك زيارة أو تعامل مع أصدقاء رح يكون اللقاء ودي ومحبب جدا خلال هذا النهار ورح يكون ممتع أما بالنسبة لبيتك الـ 12 بيت المتاعب فشوي حساسيتك عالية وطاقتك شوي مش إيجابية بالكامل فحاول أنك أنت ما ترهق نفسك بزيادة وما تكون حساسة زيادة برج العقرب ما زال التعب أو الملل مسيطر عليكم أخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل ممكن تتأخر المعاملات أو تلغي بعض المعاملات بترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترة سلبية جدا هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك فعليا بيتك الأول هو مضغوط بسبب وجود القمر في بيت المتاعب والملل مسيطر عليك والتعب مسيطر عليك وبرضو بحكي لك أنا حاول إنك تأخذ أنفاسك وتأخذ قصة من الراحة أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فعندك بعض المشاكل المالية في هذا النهار عندك بعض الالتزامات أو بعض الظروف الطارئة رح تظهر على الساحة وتضغطك ماليا بس لا تهرب من واقعك وتروح تتفشش بشراء أشياء أنت مش بحاجتها حاول أنك تخفف من المصاريف على مستوى بيتك الثالث بدل على بعض الخلافات خصوصا مع الإخوة أو أحد المقربين لا إلك وبرضو في تنقلاتك ما تكون متسرع وما تعتمد على الحظ وما في مجال التهور خلال هذا النهار وممكن يصير أعطال في أي جهاز إلكتروني عندك أو حتى ممكن سيارتك أو تحتاج سيارتك للصيانة خلال هذا النهار أو يصير فيها عطل مفاجئ أما بالنسبة لبيتك الرابع فبقولك أن الأمور أحسن شوي على مستوى البيت يعني شوي هذا الجزء اللي بيخليك تأخذ نفسك ويكون ملجأ لإلك وملاد لإلك في هيك ظروف أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بقولك دير بالك بتعاملك مع الحبيب أنك أنت تحتد شوي أو أنك تحاول تسيطر عليه في خلال هذا النهار أو أنك تصب كل غضبك وتعبك عليه في خلال هذا النهار لأن الأمور مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك السادس خلال فترة النهار ما في أي مشاكل يعني لغاية ساعات ما بعد الظهر أما بعد الظهر فشوي بدك تنتبه لا تأجل عمل وما تخلي العمل يتراكم عندك وبدك تنتبه لصحتك على مستوى الشراك المالية والعاطفية ما في أي شيء يذكر بالعكس الأمور مستقرة على مستوى بيتك الثامن لغاية ساعات الظهر ما في أي مشاكل عندك أما بعد ساعات الظهر شوي نقاشاتك رح تحتد شوي أمورك رح تكون أصعب شوي ما تدخل في أمور إلها علاقة بالنقاشات الفلسفية أو الدينية أو تفرض رأيك لأنه رح تنحسب عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده سفر أو عنده تنقلات خلال هذا النهار فالأمور ممتازة جدا حتى على مستوى القضايا أو مستوى المحاكم أو مستوى الامتحنات الجامعية فهي مناسبة جدا واللي حاب يتعلم لغة أو يطلع على ثقافة أجنبية فالنهار هذا ممتاز جدا أما بالنسبة لبيت السمعة فما زال الضغط موجود عليه فدير بالك برضو الأمور لسه العينين مفتحة عليك فحاول أنك أنت ما تسيطر على الأشخاص اللي موجودين حواليك ولا تفرض رأيك عليهم وأي مشاكل بتصير في مجال عملك مع الزملاء أو مع رئيسك في العمل حاول أنك يتمشيها خلال هذا النهار أما بمستوى الزيارات العائلية والاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة أو يكون عندك زيارة ملحة خلال هذا النهار لأصدقاء أو لبعض المعارف أو بعض التنقلات لأداء الواجب أما بالنسبة لبيتك الـ 12 بيت المتاعب فبدك تدير بالك من التوترات ومن بعض الخلافات ومن بعض الأمور اللي ممكن تظهر على الساحة تتعبك بزيادة حاول تتجنب أي شيء بثير أعصابك خلال هذا النهار برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء أو على مواقف الآخرين لا تتكاسل وبادر بتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بيناسبك البقاء وحيد خلال هذا النهار هذا القمر هيك بيحكي لك ولكن خلينا نشوف إحنا على مستوى قارتك الفلكية إيش بتحكي لك اليوم نفسيتك كمان لسه أحسن من يوم أمس عندك نشاط وعندك حب للانطلاق أكثر عندك حبل الحركة ومشحون بطاقة إيجابية عالية جدا على مستوى الوضع المالي لسه الوضع ضاغط ولسه الأمور في بعض الالتزامات المربكة عندك خلال هذا النهار وممكن أنه تطلع عندك بعض المصاريف اللي ما الهداعي حاول أنك تمسك حالك على مستوى بيتك الثالث بقولك أنه دير بالك من تنقلاتك شوي وما تعتمد على الحضوض واتصالاتك ما تعتمد على بديهتك وسرعة بديهتك لأنه شوي الأمور بحاجة للجاهزية لازم تكون معتمد على إثباتات وأدلة على أساس أنك تقنع الأشخاص اللي موجودين حواليك بوجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا بقولك أنه أمور البيت شوي ضاغطة وشوي عندك مشاكل فحاول أنك ما تضغطها بزيادة وما تكبر الأمور وفي أثناء تعاملك مع أخ أو أب أو أم يعني حاول أنك تأخذ على جامبك وما تثير المشاكل الزيادة عن اللزوم الوضع ما رح يكون لصالحك وبالعكس أنت اللي رح تكون غلطا أما على مستوى بيتك الخامس فالأمور العاطفية يعني مش هالحضوض المطلقة فيها شوي بعض الاتصالات العاطفية ولكن بدك تحذر يعني بعد ساعات ما بعد الظهر الأمور بتصير متقلبة قابلة لأنها تصير يعني أكثر من نقاشات حدي وخلافات وممكن تتصالحوا وتسوي خلافات تتناقشوا وتعودوا ترجعوا تتصالحوا يعني الوضع رح يكون متقلب حتى ساعة المساء حاول أنك أنت تسيطر على نفسك بس من الانفعل أما على مستوى بيتك السادس فأنا بحكي لك أنه الأمور مستقرة تماما صحيا وعلى مستوى العمل أنت بتكون في العمل الروتيني اللي أنت متعود عليه فقط لا غير أما بيت الشراكة فبرضو يعني الأمور الروتينية هي اللي بتسيطر على الساحة ما في أي مشاكل تذكر بالنسبة للشراكة المالية والعاطفية وإذا عندك فكرة ممكن اليوم تترحها ولكن مش الوقت الإيجابي الكامل ولكن برضو رح تجد أنه في ناس رح تسمعك على مستوى بيتك الثامن خلال ساعات النهار ما في أي مشاكل عندك ولكن في ساعات المساء رح يصير عندك بعض القلق والتوتر لا تحاول أنك تطور أمور النقاشات عندك لدرجة أنك توصل لمشاكل حادة وخصوصا في الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة أو الدين أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمر ممتاز جدا في منك رح يكون على سفر أو بفكر بالسفر واللي عنده فيزا أو هجرة خلال هاي الفترة بقدر يقدم معاملات بشكل إيجابي وأموره رح تكون طيبة اللي عندهم امتحانة جامعية أو عندهم قضايا في المحاكم الأمور رح تكون لصالحهم أما على مستوى بيتهم العاشر فأنا بحكي لهم ديروا بالكوا شوي الأمور مش لصالحكم لا تحاول أنك تختلق المشاكل مع زملائك في العمل أو مع رئيسك في العمل الوضع ما رح يكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 ففعليا أنت اليوم ممكن يكون عندك زيارات عائلية أو زيارة بعض الأصدقاء أو التواصل مع الأصدقاء واللقاء رح يكون حميمي وودي ويكون في بعض الإيجابية أما بالنسبة لبيتك الـ 12 اللي هو بيت المتاعب فبقولك بدك تدير بالك لأنه الأمر ضاغط بالنسبة لإلك وهذا الأمر ممكن يتسجل عليك ما يتسجل لإلك ودير بالك من الأشخاص اللي بتتآمر عليك بالخفاء برج الجدي يوم جيد للي ببحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بنتبه إليكم المسؤولين وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديك ما تتهرب من المسؤوليات المكالي إلك أو من أداء الواجب لأنك ممكن تضر بمصلحتك أدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة هيك طبعا القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أول إيش بالنسبة للوضع النفسي ما زال الأمور عندك شوي مضغوط نفسيا عندك بعض الأشياء اللي مربكيتك أو مرهقيتك حاول إنك تتجاوزها ما تخلي الملل إنه يسيطر عليك ولا الطاقة السلبية يتسيطر عليك وحاول تخرج من القوقعة اللي بتحاول إنها تخنقك في الفترة هاي على مستوى الوضع المالي أنت مسيطر على الأمور بالنسبة لأمور الفوترة أو أي فوتير أو أي التزامات خلال هذا النهار أنت دارسها بشكل إيجابي ما في أي خوف أو قلق منها بالنسبة لإتصالاتك بدك تدير بالك لأن نبيت الإتصالات والمواصلات يعني شوي في بعض المشاكل بدك تنتبه أثناء القيادة ما تتهور وبدك تتفقد مركبتك وأجهزتك الإلكترونية بشكل إيجابي الحظ مش كثير دعمك في هاي المسألة أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمور عندك إيجابية جدا فحاول قدر الإمكان إنك أنت في ساعات المساء إنه ما تختلق المشاكل أو تطور المشاكل لأنه في عندك شوي الضغوطات في ساعة المساء أما بالنسبة لأمورك العاطفية فهي تقريبا نحكي مستقرة وإنتي قادر تتحكم في الأمور والأمور إيجابية بشكل واضح وطبيعي ظاهر على الساحة عندك بعض الحضوض الطفيفة اللي ممكن تساعدك وتنشي لك من بعض الأفكار اللي بتدور في رأسك أما بالنسبة لبيتك السادس فبيعكي لك أن أمورك الصحية ممتازة ولكن ضغوطات العمل موجودة ولكن أنت بتقدر تسيطر عليها أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فالأمور لا هي معك ولا هي عليك على حسب الوضع العام اللي أنت عيش فيه هي بتمشي هاي الظروف يعني لا فيها حظ ولا فيها إيش معاكس للحظ أما بالنسبة لبيتك الثامن فبرضو الأمور مستقرة تماما وانت مسيطر على الأمور بشكل إيجابي وما في أي شيء يذكري خوفك أما بالنسبة لبيتك التاسع فكثير عندك من الاتصالات الخارجية وعندك بعض الاتصالات مع شركات أجنبية أو اللي عنده امتحان خلال الفترة هاي رح يبدع في امتحانه اللي عندهم سفر أو هجرة خلال الفترة هاي ممكن الأمور تكون لصالحهم اللي بده يجدد إقامته برضو ممتاز الفترة هاي لهاي الأمور واللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير برضو ممتازة هاي الأمور لصالحهم أما بالنسبة لبيتهم العاشر فبحكي لهم شوي بدكوا تديروا بالك من معاملتك مع المسؤولين ما تحاولوا تختلقوا أي مشاكل معهم ولا مع زملائكم في العمل لأنه هذا الأمر رح يتسجل عليكم والأمر مش سهل لأنه أنت النقطة الأضعف أما بالنسبة لبيتكم الـ 11 فأمور الدعوات والعلاقات مع الأصدقاء الفترة هاي ممتازة جدا خلال هذا النهار ولكن في ساعات المساء بدك تنتبه لأنه ممكن أنت تكون مشحون بطاقة سلبية وتكون حساس جدا وتختلق المشاكل وما تحاول تفرض رأيك أو سلطتك على الناس اللي حواليك لأنه الأمر رح يكون سلبي على مستوى بيت المتاعب أنت الفترة هاي بالعكس يعني أنت مدعوم بطاقة كبيرة لدرجة أنك محامي نفسك ومحصن نفسك من أي عدو ممكن يحاول أنه يكيد لك بالخفاء وانت اللي مسيطر على الوضع والكف رح ترجح لصالحك بشكل كبير لأنه حضوظك بتلعب في هذا المكان بشكل إيجابي ودعمل إلك برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان لا تستسلم بل كرر المحاولة وتابر حتى تصل لهدفك هاي من أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوظك وربما أنك تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع معين هذا بالنسبة للقمر شو بيحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أول إيش بالنسبة للوضعك النفسي أنت مسيطر على الأمور ونفسيتك أحسن من يوم أمس كمان ولكن في ساعة المساء بدك تنتبه من بعض التوتر والإرهاقات ومن بعض الأفكار اللي ممكن تيجي في رأسك فتسبب لك بعض المشاكل أما بالنسبة لبيتك المالي فأنت مضغوط في هذا النهار عندك بعض الالتزامات وبعض المصاريف ولكن حاول تمسك نفسك من أنه ما تصرف في المكان الغير مناسب أو تتهور بأنك حاول أنك تنفس عن غضبك في شراء أشياء ماء الهداعي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا بحكي لك الأمور برضو ممتازة جدا لغاية ساعات المساء بتنقلاتك وإتصالاتك وحركتك ما في أي خوف من أي شيء إلا في ساعات المساء بدك تكون حذر ما في داعي للتهور وبدك تراقب نفسك أنه أنت ما تنفعل أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا بحكي لك أنه الأمور ممتازة على مستوى البيت مسيطر على الأمور والاتصالات طبيعية جدا ولكن بما أنه البيت الثالث في بعض المسائل المسائية يعني بعض الانتحاسة فأنا بقول لك دير بالك من نقاشات مع الإخوة داخل المنزل ممكن أنها تحتد وتكبر لدرجة أنه أنت تفقد السيطرة على لسانك أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور ممتازة جدا وأنت مسيطر عليها بشكل إيجابي ممكن يكون في عندك كثير لقاءات عاطفية وخصوصا في المساء أما في النهار فالأمر يعني تقدر أنك تستفيد من الحضوض الدعميتك هي مش بشكل كامل كبير ولكنها برضو بشكل إيجابي جاية في وقت مناسب أما بالنسبة لبيتك السادس فما في أي قلق عليك صحي أمورك مسيطر عليها خصوصا الأمور الصحية والأمور العملية كمان أما بالنسبة لبيتك الشراكي المالي والعاطفي برضو نفس الشيء يعني فيها إيجابية عالية والحضوض لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن فبدك تنتبه أنه طول النهار الأمر إيجابي ما في أي مشاكل ولكن في الليل ممكن تحتد في نقاشات أنت بغنى عنها وخصوصا النقاشات اللي إلها علاقة بالدين أو بالفلسفة أو بالأمور الغيبية أو حتى أنك تبحث في أي شيء من الغيبيات رح يكون الأمر سلبي أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عندهم سفر أو عندهم تنقلات اليوم هذا مناسب جدا وممكن ينشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب برضو لإجراء المقابلات والاتصالات واجتياز الامتحانات اللي عندهم قضية برضو رح ينجحوا بالفترة هاي بشكل إيجابي جدا ويدعمهم الحظ بشكل كبير أما بالنسبة لعلاقاتهم مع رؤسائهم في العمل وزملائهم في العمل فبدهم ينتبهوا من المشاكل وما يثيروا المشاكل معهم لأنه هذا الإشي رح يأثر عليهم بشكل سلبي ما تخالفوا القوانين ولا تعملوا أي شيء خارج إطار القانون لأنه هذا الإشي رح ينحسب عليكم وإنتوا بغنى عن أي مشاكل بتثير علامات استفهام على سمعتكم أما بالنسبة لبيتكم الـ 11 بيت الاتصالات مع الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية فاليوم كثير عندكم نشاطات في هذا المجال وممكن منكم يتلقى دعوة لحفلة أو مناسبة أو حتى سهرة مع الأصدقاء ويكون اللقاء ودي بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيت متاعبكم فبقولكم شوي الأمور ضغطة عليكم في ناس مفتحة عينيها عليكم برضو من عيدها هاي لأكثر من يوم صار لها نفس الزوايا موجودة فبدكوا تركزوا عليها في منكم رح يعيد مريض أو في مستشفى أو يعيد شخص في زيارة شخص في سجن لأنه شوي هاي بيركز البيت على المستشفيات وعلى السجون على الزيارات يعني مرج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض ما تهملوا صحتكم حاول أنك تناقش بموضوعية تمويل أو قرد معين بتناقش مواضيع مهمة وبتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية هيك القمر بحكيلك خلينا نشوف إحنا خارطتك الفلكية إيش بتحكيلك أول شي بالنسبة للوضع النفسي ما زال زي الأمس أنه أنت حاسس أنه ما عندك طاقة شوي أنت مرهق عندك بعض المشاكل النفسية من اكتئابات أو توهمات أو طاقة سلبية موجودة فيك مش حاب تنجز إشيه مش حاب تتحرك مش حاب تعمل أي شيء حاول أنه ما تخلي هاي الأمور تسيطر عليك حاول أنك تكسر هاي القواعد كلها وتطلع وتنطلق بالنسبة لبيت المال الأمور عندك مستقرة تماما ما في أي شيء يشغل بالك إلا في ساعات المساء ممكن أنه يجيك مصاريف أو أنت يكون عندك مصاريف تكون يعني جاية بوقت غير مناسب أما بالنسبة لبيت اتصالاتك فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتنقلات وممكن تكون لصالحك بشكل واضح أما بالنسبة لبيتك الرابع فعلاقاتك المنزلية وأمورك المنزلية أنت مسيطر عليها ممكن يكون في اتصال بينك وبين أخ أو مساعدي بينك وبين أخ يحاول أنه يساعدك أو أحد من أفراد العائلة أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفة والحضوظ فأنا بحكي لك أنه اليوم هذا ممتاز جدا حتى لو أنك أنت خرجت من القاعدة اللي أنت موجود فيها ورحت حتى لو غيرت أي شيء في طبيعتك في لبسك في تجميل قصة شعرك حاول أنك تغير نفسيتك شوي أمورك العاطفية ممتازة عندك اتصالات عاطفية خلال هذا النهار بشكل ممتاز جدا الحظ بدعمك في كثير من الأمور بيتك السادس الصحة ممتازة وبرضو بالعمل أنت مسيطر على الأمور وما في عندك أي مشاكل واللي حاب يقدم لطلب لوظيفة أو لتعيين جديد الفترة هاي برضو دعميتك أما بالنسبة لبيتك السادس فما في لا معك ولا عليك فأنت بتوم في الأمور المطلوبة منك بالشكل الإيجابي جدا 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 أما بالنسبة لبيت الشراكة المالية والعاطفية فأنا بحكي لك الأمور طبيعية جدا أنت مسيطر على الأمور وماشي الأمور بروتينها يعني ما في أي شيء يذكر لا بأثر عليك سلبي ولا إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو فارغ تماما يعني لا في سلبي ولا إيجابي بشكل واضح تماما فأمورك طبيعية جدا ما عندك أي اهتمامات جديدة ولا رغبات جديدة أنك تخوض فيها أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده امتحان أو مقابل اليوم فرح ينجز فيها إنجازات حلوة اللي عنده سفر أو اتصالات خارجية برضو رح تكون بشكل إيجابي اللي عندهم قضايا قضائية أو عندهم اتصالات خارجية أو دعم خارجي أو حتى فيزا أو هجرة برضو الفترة هاي لصالحهم أما بالنسبة لبيتك العاشر فبحكي لك أنه الأمر طبيعي وعلاقاتك ودية مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك الحادي عشر فأنا بقول لك لا بدك تنتبه إذا توجهت لك دعوة أو كان عندك أمر إلو علاقة بالزيارات أو ناس بدها تيجي عندك أو أنت بدك تروح عليهم وخصوصا من الأصدقاء ما تتأفأف وما تعصب وما تكون حساس زيادة عن اللزوم لأنه شوي أنت مضغوط في هذا المكان أما بالنسبة لبيت متاعبك فبما أنه الأمرين مضغوطات فدير بالك أنه أي تصرف منك ممكن يلفت النظر ويتسجل عليك موقف وأنت بغنى عن تسجيل المواقف خصوصا في الفترات اللي أنت بتكون لسه ضعيف فيها ما تترك الوساوس والأفكار السودان هتسيطر عليك وفي نفس اللحظة ما تخالف القوانين وحاول أنك أنت تمشي وتعالج الأمور الإدارية بدقة وخاصة الملفات الاستشفائية والمالية وممكن يكون عندك زيارة لمريض أو لمسجون أو أمور إلها علاقة بالمستشفيات أو السجون في خلال هذا النهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة